إلى العراق الآن فبعد التقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية في معركة استعادة الموصل وخصوصا في المحورين الجنوبي والشرقي بدأت تلك القوات تكافح من أجل تطهير المناطق التي استعادتها من قبضة داعش مهمة ليست بالسهلة للتقدم داخل المناطق المأهولة بالسكان في ظل تجنب الاعتماد على الغارات الجوية خشية سقوط ضحايا مدنيين مما يفرض استخدام استراتيجية حرب الشوارع لطرد مسلحي التنظيم شرقي مدينة الموصل لا تزال طريق القوات العراقية صعبة فبعد أن نجحت القوات في دخول المدينة من محورها الشرقي إلا أنها لا تزال تتقدم ببطء في هذه المنطقة مسلحو داعش أقاموا تحصينات وشيدوا أسوارا بالإضافة إلى الأنفاق استعدادا للمعركة حرب شوارع على ما يبدو هي ما يعمل داعش على خوضها في المرحلة المقبلة داخل الموصل ضد القوات العراقية المشتركة التي طوقت المدينة على أكثر من جبهة وأجبرت داعش للانسحاب إلى داخل الموصل الجبهة الساخنة على مدى الساعات الأربع والعشرين الباضية كانت حمام العلي الجنوبي الموصل وهي آخر بلدة كانت تحت سيطرة داعش في الجبهة الجنوبية وأكدت قيادة عمليات نينوى في الجيش العراقي أن العملية تهدف إلى استكمال تطويق الموصل وقطع أي إمدادات يمكن أن تصل إلى داعش داخل المدينة حرب قد لا تكون سهلة أمام القوات العراقية في ظل حديث الأمم المتحدة عن أن التنظيم احتجز آلاف المدنيين دروعا بشرية في مدينة يقطنها مليون ونصف المليون شخص الأمم المتحدة قالت أن أكثر من 30 ألف شخص فروا من منازلهم منذ بدء معركة الموصل بينما توقعت الأمم المتحدة أن ينزح قرابة مليون شخص مع استمرار العمليات العسكرية فالبحث عن مكان بات المهمة الأصعب للنازحين العراقيين الذين تركوا منازلهم هربا من داعش أو ما بعد داعش المزيد حول تطورات الميدانية على جبهات القتال في معركة استعادة الموصل الآن مرة أخرى مع سامي نعم مهند المعركة في يومها 22 وهي تحقق تقدما ولكن بطيء نوعا ما على أكثر من محور لكن هذا التقدم كما قلنا يبدو أنه حذر وسط توقعات بأن تواجه هذه القوات مقاومة أكثر شراسة من داعش كلما اقتربنا من مركز المدينة بسبب الشراك الخداعية التي ينتهجها التنظيم ويمكن أن تفجر أحياء بأكملها لو نشاهد هنا الخريطة كما نشاهد باللون الأحمر هنا مناطق تقدم القوات العراقية في أكثر من محور من الشرق تبعد القوات العراقية حقيقة من هنا من هذه النقطة حوالي 800 متر عن مركز الموصل من الشمال تبعد نحو حوالي كيلو متر لمركز المدينة ومن الجنوب القوات العراقية تبعد عن المركز بـ 15 كيلو مترا بينما من الغرب حوالي 44 كيلو متر في المحور الشمالي اليوم اقتحمت القوات العراقية منطقتين السادة وبعويزة هنا في هذه النقطة اقتحمتها القوات العراقية تقدمت في هذا المحور وذلك من خلال الضربات الجوية المكثفة استفادت منها القوات العراقية وباتت تلك القوات تلتحم فيما يبدو مع القوات القادمة من المحور الشرقي وتحديدا هنا في طريق الشلالات لتشكيل الطوق عن مركز المدينة هذا التقدم يتزامن مع تقدم ملحوظ أيضا في المحور الشرقي وسط غطاء جوي حقيقة من قبل التحالف الدولي لمكافحة داعش حيث بسطت القوات العراقية سيطرتها على حيي هنا الكرامة وكذلك هنا حيي الكرامة وكذلك القدس وكبدت داعش خسائر في الأرواح قدر عددهم بأربعمائة عنصر من داعش كما بسطت القوات العراقية سيطرتها على حي الانتصار هنا وبالتالي فنحن نتحدث عن عدد من الأحياء تم السيطرة عليها في المحور الشرقي للمدينة أيضا تواصل القوات العراقية معاركها في حي السماح وبالتالي فنحن نتحدث هنا عن أقل من 800 متر تبعد التقدم عن مركز مدينة الموصل تقريبا ووسط اجتداد المعارك يستمر نزوح العديد من الأهالي اليوم فقط أكثر من 500 شخص تم خروجهم من حي السماح والقدس والكرمة باتجاه هذه المناطق في حسن شامي هنا وأيضا في مخيم الخازر على تلك المنطقة على الجبهة الجنوبية هناك القتال تمركز في بلدة حمام العليل هنا كما نشاهد في هذه النقطة وهي آخر الخطوط الدفاعية لداعش حيث استعادت القوات العراقية نحو 11 قرية وتقترب تلك القوات من مطار مدينة الموصل كانت هذه باختصار أهم التقدمات التي حصلت اليوم في أكثر من محوة شكرا جزيلا لك أسلامي